بشكل كبير جدا زي ما أساتذتنا يعني يعلمونا أن صحة مريض السكر تبدأ من صحة القدم وفحص مريض السكر يبدأ من فحص القدم فعلشان كده احنا الحقيقة كل سنة بنحس على الوركشوب دي وبالذات ان احنا معانا في الوركشوب دي الحقيقة الحقيقة يعني عماليقة الدرابيات كفوت في مصر الأستاذ الدكتور حنان الأستاذ الدكتور ممدوح الأستاذ الدكتور ولاء احنا حنبدأ الوركشوب أستاذ الدكتور حنان عن البريفير الأرتير الدزيز تفضلي حضرت شكرك شكرا جزيلا على الانتروتكشن الجميل وأكرر شكري لكل جروب اليوئيدة على دعوتنا لليوئيدة بقالنا سنين السنين كنا عدين نفتكر أنا والدكتور ممدوح أيام دكتور مونير مكان اسمها الأول جامعات جنوب مصر والحقيقة إن شاء الله المسيرة التكمل ومبارك عليكم الشباب الجديد اللي دخلوا الجروب إن شاء الله العيدي أف بإذن الله الله يكريمك الله يبارك في حضرتك نشكرك ونشكر كل جروب الميناريج لأننا احنا أنا أعتقد أن التحاد الدولي كسب الله يبارك في حضرتك كسب مكسب كبير جدا الله يبارك في حضرتك وإحنا دايما رأسنا مرفوعة رغم أن نحنا بنبص ناحية القدم بس رأسنا مرفوع عبر الله يبارك في حضرتك شكرا جزيلا لا تحرمى الحقيقة أن الدفينيش متاع البريفراتيير ديزيز غريب شوية عن ما احنا متعودين نحن متعودين بالبريفراتيير ديزيز يعني الرجلين بريفراتيير ديزيز هي كل الارتيريال ديزيز مدونك كوروناري والأورطة مورطة. هذا التعريف الرسمي للبريفرارتياري Tereitis. يعني بنا أناة عليها الكروضيين بريفرارتياري Tereitis, الأطعمال الأرضيز في معنى الأرضيز, الأطعمال الأوليز في فمجداعية تربة تربية 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 تربية. الائد. ولكن طبعاً احنا في قديمه نحن بيادي لأن هذه الشهيرة وهي Budwell. الحقيقة أن الأسروسكلوريوطيكي تشينجيس اللي بتحصل في البريفرار تيريز هي نفسها هي اللي بتحصل في الكارجيو فاسكولار والسريبرو فاسكولار وأكذا وده السبب إنه الموربيديدي عن مورتاليتي انكريز وينيو دياغنوز بريفرار تيريز وده أهم ميت الوركشوب حاليا هو مشوركشوب قوي نحن هنعمل حاجة باي هانس لأنه هو كله هتكتشفون هو باي هاند إن وان منت هتقول في في بي اي دي ما فيش بي اي دي لما في بي اي دي يبقى حدك هتتوقع الباقي كله كاراتد رينال مزينتريك كله البريفلنس بتاع البي اي دي مختلف من حتة لحتة دي باندينج أبون البوبيوليشن ستاديز والميستدولوجي يوز احنا مسلا في المنصورة في أول ما اشتغلنا خالص الدياباتك فوت عملنا المانتريك الناحزة بالخصوص الدياباتك فوت عالسير المُنشورة في معنا في أندرو بولطل كان فيلي لو الريت أو انسيدنس أو احنا كن معتمدين على البالس بي ايضا بس ادنا على البالس دا لأ مش دا في ناس ثانيا بعد كده مثلا في سكيندريا اعملوا يوزنج الدوبلر أدنا ثلاثة أربع مرات في ناس عملة بكومبين دياغنوستيك طولزم طلاع إنه البيدي خمسة عشين في المئة من البيليشن من أي population ديابتك and so on فهي مختلفة حسب لكن اللي لا خلاف عليه اللي needs to be in our mind إنه if you diagnose PAD there is two to seven fold increase في الديابتك عن الننديابتك وإنه in people with diabetes the rate is very high especially مع الاجينج أو لو كان البيشنط كمان سموكر الخوف كله في الكلينيكال presentation of PAD هي هتيجي بإيه العيان in more than 50% of patients هيبقى اسمتوماتيك so it is purely our job خالص هو العمش هيشتكي خالص نهائي لكن حضرتك اللي هتشخص إنت ساعات بيبقى اسمتوماتيك في النص التاني في نص النص التاني ده 50% منه هتبقى atypical leg pain ليه atypical لأنه دول عينين كبار في السن عندهم كمان peripheral neuropathy فبدل السيفير pain اللي بيحصل لهم ده ممكن يبقى painless عشان neuropathy لأنهم aging population ممكن يكونوا ما بيمشوش كتير ما بيتحركوش كتير فما تبنش الانترميتنت مش عشان ما عندهمش عشان هو ما مشاش distance تجيب له الانترميتنت clodication lucky is the patient اللي هيقول لك intermittent clodication وهنا في كومنت عليها الحقيقة لازم انها تبقى زي الانجاين في diagnosis هي reproducible recurrent on the same distance يعني البيش اللي هيقول لك قبل ما وصل الجامع لجنب بيتنا بتكون حصلت clodication كل مرة قبل ما يوصل الجامع لازم تكون حجيله clodication بتيجي مرة وبيجيش مرة ما ما يبقاش اسمها intermittent clodication 1-2% بس من الpopulation هم اللي بيجيلهم severe ischemia وcritical limb ischemia ويبريزنت بجنجرين وينيسسيت amputation طبعا دي أرقام عالمية وبتتغير to my mind of mصر we diagnose more ischemia والباقي توزع النسب بقى لكن احنا من عرفش عندنا في مصر clinical presentation prevalence guidelines لكن definitely كلنا منشوف العيادات ischemia diabetic food center more than could be من الحالات بتاعت preferiateria disease هل preferiateria disease في الدياباتيكس مختلفة عن النن diabetics اه هي مور common طبعا هي تأفك younger individuals فأنت حدك مش مضطر يكون عينك 70 سنة أو 80 سنة عشان تفكر في preferiateria disease we are seeing preferiateria disease في التلاتينات if your patient is a diabetic more than 10 years بتبق multi-segmental وبالترا عن ناحيتين مش زي النن diabetics بتبق غلبا segment واحدة و unilateral بتبق more distal عن proximal بيبق في more medial calcification اللي بيميز الdiabetes وده بيخلي الانتر فينشن أصعب الكولاتر الفورميشن صعبة ونيت سمور تايم في فاستر بروغرس انها يقلب على طول لامبوتيشن فده الخلاف الدياجنوز كيف سوف نحن نحن نسينا كل المحاضرة ونضع الصورة دي سيبقى that's enough in our mind انه حاجة بتشوف رجل pale في الكالر cold في extremitis كلنا عارفين انه عندما تعمل coldness من تحت لفوق بيبقى كل مدى في more warmth كل ما روحت ناحية صوابعه هتلاقيها متلجة شوية شوية تحس gradual إنما في preferi arterial disease بيبقى كبير كده ولقرنت واحدة بالتانية طبعا الديفرنس بيبقى واضح أكتر كتير ايد حضرتك عالدرسال speedus بس لو ما حسناه عادي لأنه dorsal speedus could be not in its place يبقى إدن على الفوستيري تيبيل بس بحقيقة أن الأويرنس about preferi arterial disease is present more now in the patient to much more than it is present in physician which is very nice because of being physician it's a sign it's a sign of preferi arterial disease فمنطقة إن حضرتك لو patient عارف إنه مشكلة إنه كمان نبقى وير إنه مشكلة قبل ما تبقى كده إحنا بقى في مصر الحقيقة يبنشوف رجل كويسة يبنشوف ischemia و الـ group of PAD lost في society the diagnosis of preferi arterial disease طبعا كلنا عارفين الأنكل brachial index وإن American Diabetes Association وكل جايد قلت إنها لازم تتعامل مرة كل سنة للعيان اللي معدوش ulcer ومادون ذلك بيبقى حسب risk categorization إذا كنت هتعملها كل مرة ولا هتعملها دياجنوستيك تاست كثير جدا كثير جدا زي ما حضراتكو شايفين وفي آخر جايد لائنز لينا اللي هي الانترناشي working group of diabetic food عملتها حقيقة مع الانترناشي working group of diabetic food مع ال European society of vascular surgeons ومع الsociety of vascular surgeons internationally لما سريق groups like these يعملوا inter-societal guidelines should be respected لأن احنا مثلا في الديابيتس يقول لك الاسد قالت بعدين الاد قالت والأي والأي السي سي قالت إي لما تبقى مالبوخ في ال guidelines إنما انه كبار دول ويصلحوا ال guidelines each four years مش كل سنة نشيل ونحط it's very nice of them الحقيقة و a group of expert الحقيقة راجعوا كل الترايال كل البتاع عكس مثلا المجهود الفضيئ اللي تعمل مبارح في محضرات رمضان إن التفق كل إنه ما فيش evidence ما فيش clinical trials respected كلها expert opinion no these experts for these guidelines عملوا حاجة they bring all together كل clinical trials بعدين استبعدوا اللي مكانش controlled واستبعدوا اللي فيه bias واستبعدوا اللي فيه ورست thousands of papers وقاعدين بقالهم ماربع سنين يقروها ويشيلوا ويحطوا عشان في الاخر يقول لك guidelines so I truly appreciate guidelines and it's free online حاجة تقدر تقدر تنزل شابتر infection شابتر شاركو شابتر pre-ferrial disease or you have to you can download all حتقوم نزلك كل guidelines في عشرين تلاتة عشرين انترناشل الواركين جروب في ضعباتك فوت قالت لو لا يوجد أي ulcer at least لازم تعمله الانكل brachial index وهي ليس enough انت تشخص لأننا كلنا عارفين انه اوقات كتير بيبقى الانكل brachial index عالي عشان false positive عشان في سفير asero sclerosis فالاتفاق العام انه نوز انج لكن تقوم يعني ايدك على البلس مش حسيسها وبعدين الAPI في حاجة وبعدين حاجة تانية and so on لكن لما البيشنط بتاعك يقع في ABI من 9 من 10 ل1 و3 من 10 the likelihood انه عنده preferratial disease is not present بناء علي اهمية الموضوع الجمعية المصرية لقدم السكري السنة اللي فاتت بعد مؤتمرنا we bought this machine it's automated measurements of ankle brachial index عشان تعرفين صعوبة انحنا نعد نعم ankle brachial index واحد مسك doppler واحد مسك جاس ضغط ورفعيلي ونزليلي والتاني ايدو على doppler and so on this is fully automated تربط العيان وعدين هو بيحسب brachial وانكل وياخد الهيست وياخد الابرج وديك total ankle brachial index and now we are revisiting our data اللي نشرناها قبل النحاس إتال على incidence of preferal arterial now we are going to have our evidence على ankle brachial index and two pressure measurements من عياد سكر مش من عياد القدم so we are going to have our first prevalence data لال diabetic Egyptian preferal disease and the incidence of preferal disease going to be much higher on the management and this is very important for all of us if the diagnosis was the management was the preferal disease chronic ischemia ischemia pharmacological and exercise ischemia what we call critical limb ischemia that necessitate intervention so it doesn't mean that you will see preferal tear disease or a vascular surgeon and to have had it no the preferal tear disease is our part we are going to do it better than the surgeon we will all 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 patient and do what we call chronic limb threatening ischemia or critical limb ischemia this is where intermittent claudication ischemia pain pain ischemia or pain ischemia and if it's not painful it will have neuropathy this patient critical limb ischemia has very high potential in mycardia infarction cerebral stroke or vascular disease as compared to intermittent claudication but the question ischemia as compared to non-diabetic as compared to pain at walking if your patient is still having foot on the left and you diagnose anterior disease this is our patient if you have it like patient on the right this is a vascular surgeon and we won't get the vascular surgeon in the decision to one how do we do it? I'll do the risk factor modification risk factor is that you have to stop the smoking you control diabetes you control hypertension and you write statin these are the risk factors these are the risk factors okay when you come to the 23rd it was different in what? it was different somewhere in the targets A1C is 80% especially if the patient had other comorbidity this is 20 minutes for me 20 minutes ah warning if your patient has EGFR SGLT2 like cardiovascular beneficial but if it's written and it's written infection or gangrene you have to stop it and when it happens healing it's back to it for its cardiovascular benefit antiplatelet if we use clopidogrel or aspirin the last guidelines are the clopidogrel is the first choice but you can combine with aspirin or with NUAC the exercise is very important and we have a lot of data across the web on the importance of exercise and that it can be able to do like the intervention it should be only gradual don't you have a lot of data supervise pharmacotherapy for intermittent clodication preventive care can be very important preventive care preventive care preventive care is important which is a thing doesn't mean it doesn't mean it means if it's a cure and it's not when he was going toib infection the likelihood of amputation is going to be very high where we can help him to the vascular specialist care I have a multi Triumph or bypass surgical البيباس قبل 20-23 كان عليها الديبات. 20-23 قالوا بيباس. بيباس معها ريزولتس أحسن وريكرانس أقل. لو كان عندك فين، يمكنك فعل بيباس بي. لو ما فيش واضطرينا هيبقى الاندوباسكولر. الأهم هو أنه الانترنيش الوكين جروب قالت أن الديابيتولوجيست أو الاندوكرينولوجيست لازم برضو يتحشر في الدسجن مع الباسكولر سرجن علشان نظرية الأنجوزومز بتاعة الأناتومي إنو لو الألثر في حتة ويبتاع البرفير ارتيار ديزيز داخل يعمل الانترفنش في حتة تانية حكو لازم تحوشه لأنه يعمل الانترفنش لزم تحوشه لأنه يعمل الانترفنش لزمتح الى ألثر قبل ما يحصل الإنفكش ويحصل أمبتحن. لذا في شخص الأمر، البرفير ارتيار ديزيزيز هي مباشرة ومعنية مجموعة حالياً في الموضوعين. ها عادة اشتركة تحضر إيضاك ويجيبها. من المجرسة يمكن أن نسرع في أساسي ليس أساسي طويل يمكن أن تحصل على مكتابات الزرائية يمكن أن تنفع كثير من الكثير من السرابيوتك أحد الأمر الأولي الأفضل كان عندنا من سنتين تلاتة في المنصورة The Libyan Working Group of Diabetic Food كانوا مجردون في مكتابات الزرائية كانوا مجردين ومدائقين وغرحين وواندكير ونرس كانت جروب كبيرة ومحن نطلقوا لهم أجل التسبيل التطبيقية فقط أنهم يريدون يعرفون التفاصيل كيف نحن تحرك الإجابة وكيف يمكنهم تحرك مجهور النار للحقيق الألمان في ليبيا ومنذ هذه الوقت فهما النهاردة من النهاردة وبكرة بالضبط ترغب النهارة عندهم كبير دياباتك فوز وأحد المسافة يتركوا صورهم والحالات التي يشتغلوها. واحدة منهم دكتورة سوهير عمل بوست رائع. قالت إنه إذا كل ديبيتولوجس قمت بعمل عمله أو عمله علينا، هناك الكثير من الأشخاص الذين ستجدون العمل. لأنه إذا حضرتك شخصت البيتشين بحاجات السمبل التي قلت له يتمشى، ستوقف أن يقوم بعمل عمل عمل، سيحتاج كل ذلك. فاسكواجس، راديولوجس، حد يلبسوا الجزمة، ريهابيليتيشن، كلا عشان هيجراله ويضع عليهم العمل، أورسوبيديكس أحياناً، كلا، كل حاجة في الدنيا هتشتغل وراء الحالة. لذا، أتمنى أن نخلي بالنا على عياننا، نتشخصهم جداً، نتشخصهم، لأنهم لا يستطيع عمل عمل عمل. شكراً لك.